لعيبة المحلة واخدين عليها ومتعوديه فالمباراة كانت صعبة كسبت المباراة الرجل يتقطع زي مثلا مع احترامي للجميع وحدة حزينة مزيعة حزينة في اليوم التاني لماتش لقالي والمحلة في برنامج بتقدمه بتقدمه في قناة المفروض قناة محايدة المفروض ان القناة دي قناة محايدة طيب بيقولولي هي قناة محايدة فعلا لا انا مش شايف كده المهم القناة محايدة في مزيعة بقولكو حزينة احنا عارفين كانت شغالة فين كانت شغالة فين من فترة بسيطة وبعدين اشتغلت في القناة دي كويس تاني يوم الماتش بتهاجم ميستر موسماني بطريقة غريبة جدا هي على فكرة الفترة اللي فاتت كانت بتهاجم من نادي الاهلي وسايبينها تهاجم من نادي الاهلي هي كانت شغالة في القناة قناة الفريق المنافس من فترة وكانت بتهاجم دلوقتي بتهاجم في قناة محايدة وبتنتقد ميستر موسماني هي المزيعة دي اللي ما عنداش فكرة عن الكورة بتنتقد ميستر موسماني الراجل عامل ماتش كويس الفرقة كسبانة الفرقة كسبانة والملعب صعب ومباراة صعبة ومع فريق صعب وملعب المحلة كلنا عارفينه وفرقة بنكن لها كل الاحترام والتقدير وانت كسبان انت كسبان والمدير الفني في بعض الفترات عشان برضو عشان نتقوليش ان انت مع مصر المسلماني على طول لا في بعض الفترات ادار المبارا بشكل جيد يحسب للنادي الاهلي انه في توقيت صعب جدا بعدها ده في المحلة التاني قدر يفوز بالثلاث نقاط في ايه في أقل من ديئة او دقيقتين وقدر يكسب الثلاث نقاط ورجع بيهم من حتة صعبة جدا وعلى فكرة اخر مالش زي ما قلت لحضراتكم كسبين في المحلة في ارض المحلة سنة 2008 تقولك ان مصر المسلماني في المؤتمر المفروض يرد كويس على الصحفيين وهي طبعا مش عاجبها لان الاهلي كسب الاهلي كسب ووزع الفارق مع النادي اللي بتشجعه هي ما بتتكلمش بواقعية ما بتتكلمش بموضوعية هي بس عايزة تهاجم وعايزة تصير مشاكل او تصير تعمل جدل وقلق وبلبلق لان ما فيش حد هيتفرج عليها لو تكلمت كلام عادي فيش حد هيتفرج عليها هي تهاجم الاهلي تهاجم مسلماني هي فاكرة ان هي كده بتعمل تاريخ لنفسها انت مش تاريخ النفس اخر ده انت بالعكس ده مفيش حد هيشوفك ولا حد هيعبرك اصلا انا ما بغلطش انا بتكلم بواقعية بتكلم بواقعية وحضراتكو كلكو شايفين المزيعة الحزينة دي بتعمله انا بتكلم فين بقى اللي يقولك اللي كانوا بيقولوا التعصب وقناة الاهلي وبعض المزيعين ده ايه بقى ان شاء الله طب دي مش مزيعة في قناة لنادي منافس دي مزيعة في قناة المفروض محايدة او المفروض بلاش المفروض قناة محايدة كل همها لاخت الحزينة دي انها تطلع تهاجم النادي الاهلي بس تفهم ايه ولا حاجة تعرف ايه ولا حاجة كمان بمناسبة الجماعة اللي هم اللي معندهمش فكرة دول في احد المزيعين في احدى القناة العربية بيتكلم عن الاهلي مش بطريقة غير مطغية بطريقة قليلة الزوء هو مزيع مجهول يعني محدش يعرفه عايز يشهر نفسه على حساب النادي الاهلي وخلي بالك حضراتكو هو مش مصري ولا حد يعرفه خالص فهو عايز يشهر نفسه على حساب اشهر نادي في الشرق الاوسط النادي الاهلي العظيم احنا مش حنقول اسمه وانا حنقول برنامجه ولا القناة بتاعته لكن النادي الاهلي بيرد في الملعب انت نكرة ولا حد يعرفك تاني انت نكرة ولا حد يعرفك كل اللي عايز اقوله ان النادي الاهلي اكبر منك ده بيقولك ايه يعني للاسف انا حد بعثلي الفيديو دو بيقول للحكام لازم تغيروا قانون الكرة وتقولوا ان الماتش ما يخلصي غير لما النادي الاهلي يجيب جول او يكسب طول عمر النادي الاهلي يا حبيبي بيكسب لحد قبل صفارة الحكم بثانية طول عمره كده لان ده النادي الاهلي النادي الاهلي بيلعب لحد اخر ثانية النادي الاهلي مش زي اندية تانية تلعب خمس دايق والسلامة تلعب متشين ثلاثة يقولك ده احنا اعظم ناس ده احنا عندنا فنيات ده احنا عندنا لعيبة مش موجودة هنا تيجي للارقام تليقوا معمالين كده عاملين زي الفران انا مش بطلب من اي نقد او اي مقدم برنامج انه ما ينتقدش موسيمان ما احنا هنا بننتقد مستر موسيمان ولا العيبة انتقد زي ما انت عايز بس انت انتقد موضوعية انتقد بتحليل منطقة للماتش وتكلم حضراتك في الماتش زي ما انت عايز وقول ايه المطلوب النقد البناء انا كفريق هستفاد منه احنا لما نيجي هنا بننتقد النادي لان احنا عايزين النادي يبقى في احسن حالاته النادي يستفيد من الاخطاء في الماتشات اللي بعد كده عايزين النادي الاهلي هو اللي يكسب البطولات كعادة النادي الاهلي لكن النقد اللي هما بيحاولوا ينقلوه نقدها الدم ما خلي بالكو عايز اقول لحضراتكو حاجة الكلام ده شفناه كتير جدا 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 عن مدار السنين اللي فات ولكن ولكن الكلام ده ما بيقصرش في العيبة الاهلي الكلام ده ما بيقصرش في الجهاز الفني للنادي الاهلي يمكن مصر المسلماني يعني هو الراجل عايز اقول ان هو مدرب او مدير فني اولا ارقامه تتحدث عنه اشتركوا في القناة